بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الوصول الله صلى الله عليه وسلم. آآ ان شاء الله المحاضرة دي نكمل فيها موضوع آآ بروسسينج وهنبتدي بإحنا المحاضرة السابقة كلمنا على وعلى المحاضرة دي هنشاء الله هنتكلم على وعلى بازمة بإذن الله. آآ زي ما قلنا انه المفهود نهية لو انها تجمع من الهول بلوت. هي بيكون اسمها هول بلوت رايف بليتلت او رامجم دونر بليتلر. آآ مفروض نهية يتم فصلها في من من البلوت في خلال تمن ساعات. بيبقى فصلها آآ على آآ اي من الطريقتين ياما طريقة البي اربي او طريق بك. آآ ايا كان الطريقة هتفصل منها فهي المفروض بيكون كمية بليتلت في اليونت الواحدة سينجل يونت. الهول بلوت درايفت سينجل يونت. هي مفروض تكون خمسة لنص في عشرة او الصعشرة لبليتلت بير يونت. آآ كانت سينجل او سواء كانت بولد. آآ واربع ساعات لو انها تعملت بولد في لو اتعمل لها بولد في الاوبن سيستم. لو انها في الكلوس سيستم وتعمل لها بولنج في الكلوس سيستم والباك اللي جمعت فيه واخده ابروفل ليه البولنج فهتبقى في نفس المفروض ان البيتلت او اللي احنا هنأتكلم عنها مفروض ان هي آآ بتبقى في درجة بتحفظ في درجة الحرارة من عشرين لاربع جو만 في الاجي تاينجوج محلق متاعاتها معها يعني ممكن نسميه ممكن نسميه ممكن نسميه ايه طيب لو انها ما حفظتش في معه معها وحفظت بس في درجة حرامة من 20 إلى 24 يعني نفترض مثلاً الإنكوباتر للأجيتيشن اللي فيه عطل فهيبقى 30 ساعة فقط قبل ما نرميها لو احنا كلمنا على طريقة البافي كوت ميسود وهي البافي كوت ميسود بطريقتها برضو ولكن عكس الـ BRB هنتكلم تاني على الـ BRB في السلايدز اللي بعد جداً ولكن قليلاً هنتكلم على البافي كوت أول سبين عندنا بنبتدي نفصل من الـ Whole Blood عندنا هول بلود بيبقى أول سبين عندنا هنا الـ Hard سبين على عكس سوق سبين في الـ BRB والـ Hard سبين بعد كده بفصل منه البلازما وبفصل منه الـ Arpices وهي بقى لي بافي كوت طبعاً هي محتاجة زي ما قلنا قبل كده محتاجة محتاجة باك معينة باك دي بتبقى فتحة فوق وفتحة تحت ولما بعمل سنتريفيوج فبيطلع لي فوق البلازما ببلازما طبعاً بور بليتلت أو بليتل بور بلازما لفوق وهنا بيبقى عندي البافي كوت وتحت بيبقى فيه الـ Arpices الـ Arpices بتنزل من الفتحة اللي تحت بتنزل تيجي على الـ Additive Solution عشان تاخد لعمر 42 يوم والبافي كوت بتجمع كلها هنا ولازمة بتجمع كلها هنا طبعاً هو اللي ما بتبقاش يعني ما بعملش بليتلت مفيش منها سنجل لازم أعمل منها بولت بليتلت بتاعة البافي كوت لازم تكون بولت فتبقى تقريباً من أربعة إلى خمسة يونت من البافي كوت البولت وبعد كده بعمل سنتريفيوج وبقوم واخد البليتلت بتبقى البليتلت وبتبقى كمان من ضمن من ذات البافي كوت إنه كمان بيبقى بيقلل جداً جداً الليكوسايد بتبقى موجود بس طبعاً لهذا لا يبني عن الليكوسايد في الجيش فالبولت بافي كوت بليتلت بتبقى تقريباً بتبقى من 150 إلى 380 ملي نظراً لأنه الموضوع بياخد وقت أطول شوية ففي بعض الدول سمحت إن البافي كوت يتم من 8 إلى 24 ساعة مش بس لغاية 8 ساعات من الكلام ولكن برضو بيحفظ في درجة حورة من 20 إلى 24 إلى وقت السبريشن طبعاً قادي البروسيس اللي بتتم في طريقة البافي كوت تمام بيبتدي بالهارد سبيل الأول وطبعاً قلنا إن دي سرعات بتبقى يعني أو هافي سبيل سرعات بتبقى سرعات تقريبية آآ وبعدك ده بيدينا بدينا أربسيس بعد السرعة البولة بعد هافي سبيل وبيدينا بافي كوت بافي كوت وبعد كده بيدينا آآ بليتلت دور بلازمة بليتلت دور بلازمة بتحفز خلاص في درجة حرارة بدرجة الحرارة اللي احنا نحفظها سواء سرعب 18 أو سرعب 65 أو بعد كده بليتلت بعد كده بنجمع كزا بافي كوت ونعمل لهم بقى تاني بلايت سبيل وبعد كده بيبقى عندنا بليتلت والبافي كوت ده اللي احنا من المية ولذلك انا احنا من البيتل عندنا كمية في البافي كوت ليكوسايد كبيرة ولذلك احنا نقول إن ضمن الميزات في البافي كوت إن كمية الليكوسايد أصلاً في اليونت بتبقى الحقيقة إنه قليل جداً ما بيستخدم موضوع البافي كوت أغلب الشركات وأغلب عبنوك ده منشغالة بطريقة البي اربي بليتلت ريتش بلازمة اللي بتبتدي بيه الصوفت سبين ثم الهارد سبين وبيبقى عندنا بعد كده سنجل يونت سنجل هول بلادرايف بليتلت سنجل راندم دون بليتلت بتبقى البليتلت تقريباً بتبقى كمية بسيطة جداً حوالي خمسة ملي عشرة ملي بالكتير وبيبقى كل اللي باقي بنخلي معاه بدل ما بنطلع كل البلازمة لا بنخلي معا البليتلت من أربعين إلى سبعين ملي بلازمة بعد ما بيتم تحضير هذه الواحدة من البليتلت بعد ما بيتم تحضير اليونت اللي هي بقت سبعين ملي تقريباً بنخليها مقلوبة على 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 الستيكر سايد بتاع اليونت نفسها بحيث لأنه البليتلت البليتلت بالأخص الباك اللي فيه اللي بيسمح فيه ان البليتلت تحفظ بيبقى بيرميبول عشان يسمح بالاكسيجينيشن يسمح انه يطلع لأن البليتلت بتبقى وبتبقى وبيطلع منها ثانيكسيجينيشن وبيبقى أفضل حاجة انه الباك نفسها بتبقى بحيث ثانيكسي الجربون يطلع وبتالي يخفق شوية من البي اتش بي اتش كل شوية ما يبقاش مور أسبق البليتلت نفسها بقى بعد ما بنفصلها بنحطها على من الباك بنحطها لمدة ساعتين عشان نعم يحصل للبليتلت ويحصل وكمان لو في شوية من يحصل لها كمان طبعا بعد كده هيساعد برضو فيها الوظيفة الاساسية للبليتلت مش انه يحصل لها لا الوظيفة الاساسية من لانه يطلع وبالتالي البي اتش ما يعدش ينقفض 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 كل شوية ويبقى مور اسيدك لان ده بيقصر بشدة على على بيقصر بشدة على طبعا اليونت الاخيرة بيبقى بتبقى يما ممكن تبقى او بتبقى بنفس الطريقة اللي احنا بكونوا عليها دي طريقة زي ما قلنا برضو بيبقى عندنا تحت خالص وفوقها البسيط بسيط وفي بلازمة ببقى بعد كده ممكن نحنا بلازمة دي الجزء اللي فوق احيانا ممكن نحنا استفيد من بلازمة مباشرة من غير ما نفصل منها ولزلك ناخد بلازمة على طول نحطها في سالب 18 او غيره او ان احنا بقى البلازمة نكمل الخطوة التالية ونعمل ويبقى عندنا برضو بلازمة ولكن البلازمة غير اي بلازمة دي اللي احنا نحطها وبعد كده بيطلع لنا ميزات البوفي كوت عن البي ار بي انه او يعني الممكن بيبقى فيه اكتر بيحصل لالوس في البوفي كوت طبعا دي مش ميزة احنا ولكن ده يعتبر الكنديشن اكتر الييلد بيقى فيها مور بلازمة ييلد في البوفي كوت عن البي ار بي بيبقى طبعا زي ما قلنا بيقى فيه كمية كمية تم تخلص منها كتير اكتر من البلتلت وبيبقى فيه لو نفرد يعني لو نفرد انها لو هنقارن ما بينهم مين فيهم اقل فيه البكترينيا او اقل فيه البكترينيا طبعا مفهود ما فيش بكترينيا اصلا قلص ولكن لو نقارننا نلاقي انه بيحضاء في بكترينيا امكانيات او احتمالات انه ممكن يحصل بكترينيا اكتر على اساس انه كمية كبيرة من غير بلاتسر ايضا انتم التخلص منها نبدأ نتكلم في موضوع البلازمة البلازمة كنبولنة عندي عدة حاجات اول حاجة واشهر حاجة وهو الفريش فروزن بلازمة اللي هي يتم جمعها اما من بعد طبعا اي ان كان او انه او ممكن حتى من بعد على حسب ممكن تتجمع من او حتى تتجمع من الافريسيس بيبقى اه تقريبا اللي جاية من الهول بلاتس بتبقى من مئتين الى مئتين وخمسين ميلي واللي جاية من الافريسيس ممكن بتوصل الى من ربعمية الى ستونين ميلي اه معزلتها قبل ما ننسى نقش بس على البلازمة احب ان اقول لكم ان ان الوحيد حتى الان البلاتلت المسموح انها تكمل سبع ايام بشروط خاصة بكتيريا بكتيريا ديكشن خاصة هي الوحيدة اللي مسموح بها ان انا اعمل لها سبع ايام وحاليا تم السماح للبلاتلت بالافريس بلاتلت انها تقعد اربعتاشر يوم في الدلاجة من واحد الى ستة في الدلاجة وزود الاجتشن وزود الاني بكتيريا ديكشن خاصة نرجع للبلازمة ونقول ان انا عندي اول نوع الموجود عندي اللي يتم لازم يتم وضعه في الفريزر من بعد في خلال تمن ساعات من الفلبوتومي وبيضع في درجة حرارة من سالب تمنتاشر او اكتر لمدة عام او سالب خمسة ستين او اكتر لمدة سبع سنين المفروض ان انا بعد كده بعد كده لو انا هصرف البلازمة فبتبقى درجة دوبها في في درجة حرارة من ثلاثين الى سبعة وثلاثين المفروض انه لو انا بعد مصرفها المفروض زيها زي يقول يتم ينقلها في خلال اربع ساعات من صرفها من بنك الدم او ان انا حطها عندي في التلاجة عندي لو انها لم يتم صرفها كل تلاجة من لمدة اربعة وشين ساعة من واحد الى ستة بل درجة حرارة من واحد الى ستة لمدة اربعة وشين ساعة وببقى اسمها بعد مرور اربعة وشين ساعة لو مستغرد متشين فتاخد إسم تاني لهو ثود بلازمة وهو إثم جامع لعدة أنواع من أنواع البلازمة واحدة منهم بعد مرور 24 ساعة على الفريش فروزن بلازمة بيبقى ولمدة نهاية اليوم الخامس من الثوج تاخد اسم تاني وهي ثويت بلازمة مش ثويت افف بي لأ ثويت بلازمة مش ثويت فريش فروزن بلازمة لا ثويت بلازمة يبقى الافف بي بعد مدت 24 ساعة لو حفظت في التلاج باسمها الثويت بلازمة دي بعد مرور 24 ساعة من التذويب ولمدة خمسة ايام بيكون اسمها الثويت بلازمة دي هنتلم عليها بالفرسيل ان شاء الله. التالي نوع من أنواع البلازمة اللي هي ملاحيتش يتم فصلها في خلال التمن ساعات وتم فصلها قبل مرور 24 ساعة يعني عدت 8 ساعات وقبل مرور 24 ساعة ودي بنسميها بنسميها بلازمة فروزن وزن 24 اوارز اللي هي بي اف 24 تمام وهي بتاخد نفس شروط البلازمة انها بتحفظ برضو في نفس درجات الحرارة اللي قلت عليها سالب 18 او لمدة سنة او سالب 65 لمدة سبعة سنة. برضو ممكن جدا تيجي من هول بلاد او تيجي برضو من الافريسيس بنفس الضريقة ما الشرط فيها هو بعد مرور 8 ساعات حتى البلازمة 위한'. طيب اه بيبقى تقريبا اقل من الفي في 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 فاكتور faive وفاكتور طبعا فاكتور faive وايه دائما هما لانا هم you الوبي hilarious factors فدايما بيعملو لنا من ضمن الحاجات اللي دايما متأس sele Openingyl. هتبقى اقاط تقريبا من الفكتور من الفي في بي بعشر في المية في الفاكتور فايل. وفاكتور ايت بمن عشرين الى خمسين في المية اقل. وتبقى برضو اقل فيه نسبة. طبعا ده بالمقارنة بالفايل. برضو ونفس الشروط زي ما قلنا ان هي بعد ما يتم ادابتها بنفس الشروط. يتم ادابتها بتبقى اسمها بي اف تويني فور لمدة اربعة عشر ساعة لو حفظت بالدلاجة. طيب لو بعد كده. بعد الاربعة عشرين ساعة برضو بتاخد نفس الشروط اللي هي لنهاية اليوم الخامس. لو حفظت في التلاجة بقى اسمها نفس الكلام. يبقى دي برضو ده تاني لثوت بلاسما. ثوت بلاسما اللي هي بيتكرر معنا كتير. انو الكمبوننت نفسه. بعد اربعة عشرين ساعة لو مستخدمش بالفضل محفوظ في التلاجة. فبياخد اسم ثوت بلاسما. بعد كده عندنا نوع تاني من البلازما اللي هو عد بقى اربعة عشرين ساعة. يبقى اربعة عشرين ساعة كان الهول بلوت وبعد اربعة عشرين ساعة من الهول بلوت في روم تم ريتشارد تم فصل البلازما. يتم فصل البلازما هنا يعني بقى بلازما تاخد اسمي تاني بقى. يبقى اسمها بلازما فروزين توني فور اوارز افتر روم تم ريتشار توني فور اوارز. بي اف على شرط ان تكون البلازمة حفظت في الروبط البرد شابه على الاقل ايه وبرضو بتاخد نفس شغوط الستوريج اللي احنا اتكلمنا عليه سالب 18 وبرضو ممكن تيجي بنفس الطريقة ايما من البول بلد او من الافريس المدخل وبتبقى تقريبا برضو نفس الفكرة بيبقى فيه مقارنة ببرضو بالإف إف بي بس نسبة فاكتور فاكتور ايت والبورتين اس كلها اقل اكيد من حتى من البي إف 24 برضو بعد مرور اربعة وعشرين ساعة من تتوبها بتاخد بيبطل اسمها زي ما هو بي اف توني فور ارتي توني فور انت وبعدك مرور اربعة وعشرين ساعة اه بعد مرور اربعة وعشرين ساعة من تتوبها لو حفظت في درجةها من واحد لستة وللنهاية اليوم الخامس من التذويب يعني اربع ايام هيبقى اسمها تثوت بلازمة برضو يعني يبقى يبقى تثوت بلازمة هي اف بي او بي اف توني فور او بي اف توني فور رومتن مل اتشار توني فور او حاجة زي اللي هنأخدها في الاخر اللي هي كراي برستيت ريديوست بلازمة برضو يبقى هي واحدة من اربعة دولة بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تدودهم لو انها حفظت في الدرجة وللنهاية اليوم الخامس من تدودهم يعني كلها اربع ايام بيبقى اسمها تثوت بلازمة تثوت بلازمة بيختلف ايه بيختلف عن ايه تثوت بلازمة بيختلف انه في بيختلف عن بلازمة كل الانواع بلازمة زي ما قلنا في مين لي في فاكتور 5 وفاكتور 8 دولة مين لي وبيبقى تقريبا على اليوم الخامس بيبقى وصل لخمسين في المية تقريبا من كل كمية اللي معهمة يعني هو للدرجة يعني هو سيء لا هو مش سيء بالعكس انا بستخدمه في حالات مهمة جدا بحالات بالنسبة لي هو على فكرة هو فاكتور 8 او فاكتور 5 او غيره لما بينزل لمستوى معين انا يكفيني جدا لو وصلت لمستوى 40% ممكن جدا ان الكواجليشن فاكتسو بالله تشتغل مع بعض ويقدروا يشتغلوا كبعض مع بعض في حالات مثلا في حالات الاميرجنسي زي في حالات البليدنج يكفي جدا كل انواع بلازمة تنفع في حالات البليدنج حالات الماسي الترانسيوجن كلام نقول لانه لانه نعرف انه 40% يكفي ان الكواجليشن فاكتور يشتغل مع بعض صحيح وهو ما ينفعش ان انا ادي كفاكتور بيشنسي انما ينفع ان ادي كربلاسمنت في حالات خاصة الربلاسمنت البلاسما في حالات الماسف ترانسيوجن او في حالات الاسوشياتي يكيف الليكويد بلاسما هو البلاسما اللي موجودة مع الهول بلاطnels يبقى الهول بلاطThey stay likeång تم وضعه في الثلاجة هو موجود في الثلاجة لمدة مثلا 35 يوم بتطردنا ما تفاصلشي الفلاسما اللي موجوده فيه لو فصلت في اى وقت في36 يوم من بيبقى اسمها بعد ما يتم متواصلها فبيبقى عمرها خمس ايام. ففيه ناس بيعملوا حاجة ضريفة عشان يستفيدوا منها اقصى حاجة. فبيخلوها لغاية خمسة وثلاثين يوم. وفي اليوم الخمسة وثلاثين يفصلوها من بحيث ان هي كمان تكمل خمس ايام زيادة على الخمسة وثلاثين كليكويد بلازمة بس تحفظ في التالج. طبعا برضو نفس الكلام الفاكتورز كلها فيها اكسيبتابل لما نتكلم انها بتشتغل مع بعض في حالات الماسف ترانسبيوجن الى ان هي طبعا بيبقى عندها فاكتور فاكتور ايت بيبقوا مخفضين بشدة بس برضو يقدروا يشتغلوا كلهم مع بعض. طيب من ضمن عيوب البلازمة اللي هي الليكويد بلازمة ان هي بتبقى محفوظة في التالجة مش زي البلازمة العادية اللي هي بتبقى في في فروزن. فاذا البلازمة الفروزن ان شاء الله لما نيجي نتكلم على المحاضرات القادمة في موديفكيشن. هنعرف انه فكرة الفريزنج والثوينج بتكسر لي الليمفوسايت اللي هي ممكن تعملي جرافت فرسي سوستو. فريزنج والثوينج ولذلك انا مش محتاج مسلا ااخد اي بركوشنز عشان اتخلص من تيرينفوسايت للبلازمة او كرايبر ستاتلس مش محتاج. لانه حكاية الفريزنج والثوينج مش محتاج. في نسبة تسعة وخزين وتسعة من عشرة في محاضرات. الا انه الليكويد بلازمة لانها محفوظة في التالجة فالثيلم في صحيح ممكن تكون موجودة. مازالت موجودة. وممكن جدا يعمل لي. ولذلك احنا من ضمن البركوشنز. البركوشنز اللي بناخدها ايه? ان انا بعمل هي واحدة من انواع البلازمة اللي لازم يتعمل لها هي ده واحدة والديس ادفانتش. طيب بعد كده عادي نوع تاني وهو ريكوفرد بلازمة. ريكوفرد بلازمة هي اي بلازمة عندها انتهت صلاحيتها. سواء بلازمة عادية او لكويد بلازمة انتهلت صلاحيتها بتاخدها الشركات وبعد كده بتصنع منها انواع الفاكتورز بقى كلها الالبوم من ويكواجيليشن فاكتور اللي لسه مكملها والكلام ده. والامينة اللي بتصنع منها زي الحاجة. طبعا هي اللي احنا اللي بقى كده بيحدد لها ايه ولا ايه حاجة. ولذلك هي من حاجات اللي لو بعمل لها ريكورد ريتنشن فهيه لازم اخلي عندي بتاعتها لمدة غير محددة. بايا. بعد كده عندنا وهو الو اسم تاني اما كرايبرستيت او كرايبرستيت في كلها هما نفس الاسم بس بيختلف من اوروبا لامريكا في التسمية. انما كلها هما نفس الوضوع انه بيجي من ال او بيجي من ال بي اف توني فور بيتصنع من ال او بي اف توني فور سواء كان او افل ازاي ان احنا منخلي ال بي اف توني فور او ال اف بي نطلع من الفريزر ونحطه في نحطه في التلاجات عندنا بيطلع من الفريزر ويحط حط في التلاجة على مسلا اوبرنايت على اتناشر ساعة مسلا ولا شيء او بنحطه في في خاص بيه لما يكون مسلا عايزين نسرع شوية ده يكون اصلا درجة حقوقه من واحد الى ست. بعد مسلا طريقة الاغلب اللي احنا شغالين بيها وهي انه انه انا بيطلعه من الفريزر بيحطه فيه التلاجة لان ديه طريقة المتاحة اكتر لمدة اتناشر ساعة اربعتاشر ساعة بعدين بعد كده باخده بيطوره على طول على سنترفيوج اه عند برضو درجة حرمة من واحد لستة بسرعة عالية فميتكون لي تحت حاجات زي كريستل زي كده جيدا دي يبقى زي الكريستل زي كده. دي كلها على بعض ماتيش حوالي يمكن اتنين ملي وتلاتة ملي. ومنسيب معاها حوالي خمستاشر ملي بلازمة. من عشرة الت خمستاشر ملي بلازمة برضو نشيلها بطريقة الاكستراكتو. الاكسبريسور اللي احنا شفناها في الاول. بطريقة الاكسبريسور. انا بشيل كل برمية او بحطه باما بشيل كل بحطه فيه ساتيلايت باك اخر. وخلي عندي حوال البلازمة. بخلي عندي الكرايو. بيبقى عامل زي كده. وايت كريستال كده. بيبقى اه وخلي معامل عشر خمستاشر ميلي. اه بلازمة. ما طلعوش كل بلازمة. الكمية بقى اللي طلع دي كلها بياسمها كرايو ريديوزد بلازمة. زي ما نتكلم عليها كمشور. بقى دي الطريقة ادي البلازمة بعد ما اعمل لها تونج. بعد ادي البلازمة عندي خلاص دوبتها. طلع طعم فريزر ودوبتها عندي اما او بي اف تويني فور بدوبها بيكون عندي بعد كده. اما عندي كرايبر ستيت هو اللي موجود تحت عندي. لو افترضنا ان ده المليونت كده الكاملة. فكرايبر ستيت هو اللي بيبقى تحت عندي. وده اللي انا بعد كده. اه يعني كلا هما طبعا بحضهم بس يعني بعد كده لما باجي اصرفه لان انا بعد كده باخده. احطه برضو في الفريزر. وياخد آآ برضو من سالة التمنتاشر لمدة سنة. او يعني او من بتاعة البلازمة. يعني لما نافرض مثلا بلازمة عمرها فقت من عمرها ايه مفترض انها تحطي مثلا في السالة التمنتاشر اه لمدة سنة. فوانا اخدت هزي بلازمة بعد شهر من وضعها. فاذا ان عمر الكرايبر ستيت اصبح حداشر شهر. ماشي? وبيبقى عندي تحت الكرايبر ستيت والجزء اللي فوق بيبقى كرايبر ستيت. انا بخلي معا الكرايبر ستيت من عشر ال خمستاشر. من اللي بلازمة وجزء اللي فوق ده كله اسمه الكرايبر ستيت لازم تيتم موضعها مباشرة في الفريزر بعد في خلال ساعة الزبط من خلال ساعة يعني او اقل طبعا يعني ماكسما ساعة من آآ من اللي موجود عندي. الكونبوننت بتاعت او بتاعت الكرايبر ستيت هو عبارة عن. وبيبقى آآ من بيبقى مفروض بيكون كمية مش اقل. مش اقل من مية وخمسين نيلي جراما على اليونت. فاكتور ايت وهي برضه يكون كمية مش اقل من تمانين. وهما دولت الاتنين اللي مفروض بيتعمل لهم كيو سي للترايبر ستيت. يعني هما دولت فقط اللي مطالب ان انا اعمل لها كيو سي لترايبر ستيت. كرايو اللي يقال فيها 5 قمونات. فاكتور 8. فاكتور 13 والفاكتور 13 والفوندفين براند فاكتور والفاكتور. اللي مطلوب ان انا اعمل لهم كيو سي هو فاكتور 8. انما فاكتور 13 والفوندفين براند مش بس خلينا نبقى عارفين ان كمية تقريباً فاكتور سبتين بتبقى من خمسين لخمسة وسبعين وفاكتور بيبقى من مية لمية وخمسين الفايبرونيكتون كميات ومش معلومة وما ينفعش ان انا بستخدم كتريتمنت لحاجة تخص الفايبرونيكتون بيبقى لما يجي بقى بدوبه بيبقى لازم ادوبه برضو في الووترباس بعد كده ممنوع ان انا طبعاً ممنوع عموماً اي حاجة ثوت ممنوع ان انا عمل لها نهائي كماناً انما كرايب كمان ممنوع ان انا نحطه في التلاجة طب يفضل موجود في لمدة ست ساعات لو هو سنجل او معمول لها معمول لبولنج بس برضو ست ساعات او اربع ساعات لو اتعمل لها بولنج باوبن سيسن ليه بنعمل بولنج لانه كمية صغيرة وغالباً الراندم دوز للأدلت تبقى حوالي عشرة يونت عشرة اتناشر يونت فبقى نعمل لبولنج عشان نسحل على الاقسام الاخرى نسحل على الاقسام واسرع عشان ياخد الكرايب لما نيجي نعم بولنج لو لقينا ان فيه ديشكلت شوية في البولنج فممكن نحنا نستخدم سوديوم تدرايب بيسحل شوية موضوع طبعاً الاواصلين بيسحل شوية موضوع البولنج كما تريد طبعاً الاكتر حاجة بتتأثر في الكرايو وهو فاكتور ايت كل ساعتين يبتدي قل من عشرة في المية لعشرين في المية لثلاثين في المية على كل ساعتين من بعد التزوير لقوا حاجة غريبة انه نسبة فاكتور ايت من الجروب اي وجروب بي اعلى من نسبة فاكتور ايت في الجروب يعني دي حاجة غريبة شوية انه معموماً برضو حتى نسبة الفاكتور في جروب او برضو مكتبولة مازالت مكتبولة يعني عندنا بقى طيب اللي فوق بقى اللي احنا طلعناه بلازمة اللي طلعت لها كرايو روديوزد كرايو برسبتات روديوزد بلازمة او بلازمة كرايو برسبتات روديوزد دي الجزء اللي فوق اللي تبطح من بعد الفي بي لما انا خليت من 10-15 ميلي مع الكرايو جزء اللي فوق ده كله اسمها بلازمة كرايو برستات روديوزد ده بيتعمله برضو بيتعمله بريف ريزينج برضو تاني بعد ما ااخد منه كرايو بحطه تاني لازم بيتعمله بريف ريزينج خلال 24 ساعة من تذويب البلازمة خلاص وبرضو بياخد نفس قلنا العمر عمر الفي بي اه لو حفظ في الفريزر من سالب 18 يعني برضو زي ما قلنا لو كانت انا حضرت من الفي بي اللي هي الكرايو يعني كانت حضرت من الفي بعد مدور شهر على وضعها في التلاجع فازا الكرايو برسبتات عمرها اصبح 11 شهر والكرايو برضو اصبح عمرها 11 شهر اه عرغم ان احنا واخدين الكرايو برستات واخد كميات كبيرة من الفاكتور المهمة الا انه برضو مازال الكرايو برستات مزال موجود فيها فاكتور 5 نسبة 85% فاكتور 1 فاكتور 1 مازال بنسبة كبيرة زي ما نقول من نسبة تبقى بيتبقى 200 ميلي جرام مازال موجودة عقصر بيبقى الفاكتور 10 والانتيبلازمين والانتيثروبين وبروتين سي وبروتين اس بكون دولة موجودة حتى بعد ما استخدمنا من الفاكتور طبعا هي يعني ما بتستخدمش كتير في اي حاجة من كاربليسمنت او حاجة في فيبرينجين او فاكتور او فاكتور اي لأ بتستخدمش كبيرة ولكن هي مازالت موجودة فيها هي استخدمها تقريبا حصري على مرضى التي تي بي مرضى التي تي بي استخدمه حصري اليوم عشان لانها فيبريريتش بالادامة السيرتين الفاكتور الانزايم اللي هو بيكسر المالتيبيري المالتيبيري هو ده اللي بتعمل المشاكل التي تي بي فيتي تي بي فهي فيبريريتش في الادامة السيرتين سواء كانت تستخدم بالإضافة إلى البلازمة في الـ exchange أو تستخدم كـ simple transfiguration للـ patient وكده يكون أنهينا الـ whole blood processing جزء التاني إن شاء الله نتقابل في محاضرة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته